لازل ايكو جماعة هنكمل النودز بتاعت البلاير كنترولر كنترولر هتكلم عن نود مهمة قوي اسمها ري كاست هشرحها دلوقتي عشان نقدر نعمل بعد كده الدرس القادم نتكلم على الجامعة ولكن هتكلم على الري كاست تمام اول حاجة لازم ننزلها هنغلت شفت ايه من الكيبورد هدور على حاجة اسمها بيزيكس هتلاقي في حاجة عندك اسمها ري كاست تمام وهم اصلا ضافوا كمان مجموعة من النودز جامدة جدا يعني لو جيت اكتب مسلا في السيرش كده ري ري كاست قص في عندك ايه اه اه ري كاست فين ايه مكتوبة غلا عندك ري كاست وفي عندك ري كاست دي انا شايف ان هي من الحاجات الجامدة او بصراحة ولكن خلينا برضو مش هنستخدمها دلوقتي يعني لها استخداماتها بس خليها دلوقتي بس احنا نتكلم في ري كاست عشان نقدر نطلع الداتا اللي احنا عايزينها من اي حاجة وبسهولة تمام فحنا نستخدم ري كاست دي ري كاست دي بتعمل اي بتعمل حاجة لاتيزة او بتعمل زي خط وهمي زي الازر كده بيبقى لي بداية ونهاية وفي نفس الوقت فيه داتا بتتحسب ما بين الخط ده يعني اي اوبجيكت بيقطع الخط بيتحسب له داتا وانا ادرس اجيب الداتا بتاعته تمام فالموضوع ده هيساعدك في حاجات كتير قوي قوي يعني وانت لو لما اقول لك الطريقة بتاعته ازاي بنستخدمه دلوقتي هتفهم الدنيا اكتر طيب ازاي بنستخدم ري كاست اول حاجة ري كاست بيعتمد على اللوكيشن يعني ايه يعني انا لازم احدد له المكان بتاع الكاراكتر والمكان بتاع الاوبجيكت التاني اللي هيتعامل عليه الخط فانا ولياكم مسلا هقول له كده شفت اس من الكوبورد وقال له شفت ام وهنزل هنزل مثلا ممكن ننزلي خلينا ننزل كيوب عشان يبقى ظاهره قدامنا وهنعمله كده وهنخلي كيوب ده لونه لونه اي يكون اي لون انا مش فرق معايا انا اي لون تمام انا طبعا اه اللون الابيض ده بيزمني بيتعبني ايه طيب همسك ده كده وهربط ده بالكاراكتر كنترول بي اوبجيكت تمام طيب دلوقتي انا عشان ارسم خط واهمي ما بين ده وما بين ده اول حاجة هجيب اللوكيشن بتاع ده هقول له جيت اوبجيكت لوكيشن ودي هتلاقوها فين جيت اوبجيكت انا ممكن اقول له جيت لوكيشن وهو على طول هيجيبلي الوبجيكت جيت اوبجيكت لوكيشن على فكرة مع الوقت هتتعودوا انتو عن نوز يعني الموضوع هيبقى سهل هو في الاول بس قبل ما تفهم النوز وتفهم الدنيا مش ازاي بعد كهتلاقي الموضوع سهل بالنسبة لك طبعا الوبجيكت اهي ده اللي ممكن اجيب من خلاله اي بيانات خاص اي ده تخاصة بالوبجيكت فانا هجيب جيت اوبجيكت لوكيشن هاخدها مرتين مرة هحطها في فروم يعني الخط بتاعي يبدأ من اللوكيشن ده تول اللوكيشن ده اللوكيشن ده اللي هو ايه اللي هو اللوكيشن بتاع الكيوب اللي احنا نزلناه ماشي اه ممكن اسميه اند تمام كده فانا خلاص انا عندي في خط ظاهر هنا صح طيب انا ممكن بقى اجيب مئة حاجة في الخط ده اول حاجة وليكن مثلا ده هخلي رجي بادي عشان اقدر اتفاعل مع الخط عشان اقدر الخط يشوف واخليه تفاعل معاه هسميه اخلي رجي بادي ومش فرق معاه لان انا محتاج يعني انا مثلا سنشوف كده انا محتاج ايه هقولك انا محتاج اطلع مسلا الاسم ده مثلا هقول له شوفت رجي بادي ده رجي بادي اي حاجة حصل لها رجي بادي طلع لي ايه البيانات بتاع ده هقول له مثلا جيت اوبجيكت نين مثلا جيت اوبجيكت نين اللي هو هتلى لال اوبجيكت نين ده هحطه فين خلول لبرينت دلوقتي عشان انا نشوف النتيجة بتاعتي قدامي على في الكونسول بتاعه هقوله اوبديت اوكي تعال نقول له ونقول له بلاي ونفتح الكونسول بتاعتنا زي ما احنا ما احنا نتعاودنا توحق ما الذي حصل في الوقت؟ ها.. أين؟ أبدأ أدور عليها نحن لا نرى نفعل ذلك نعلم نعلم ونعلم لا يتسر بالجاذبية أنا معاه ماذا حصل؟ قال لك نعلم ومش جايب النتيجة أنا ممكن أقول مش جايب النتيجة ليه؟ أنا أقول لكم إيه؟ بدل ما نعمل بدل ما نعمل ما بين الأوبشكت ده هنجليه ما بين الأوبشكت ده وهنجلي ده بدل ده وهو هيحسب ما بين الهد وما بين الاند بتاعنا ده صح كده مش اسمه اند اه تعال نشوف تعال نحسب النتيجة ونشوف الدنيا فيها إيه؟ يلا طيب أنا أريد أن أخرج 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 دلوقتي حصل تصدم ما بين البلان تحت فقدني اسم البلان مجرد ما بين البلان دخلت الخط يجب لي اسم البلان هنا تمام؟ وهو كده هتلاقي مع كله كده يعني مثلا لو ننتجي أتقرب ما هي؟ من ده اهو يجب لي اسم الكيوب شايفين؟ وهو ده اللي أنا أريد وهو يجب لي أي ده بتحصل ما بين الخط تمام؟ طيب جميل جد ممكن نعمل حركة عزيزة وهذه تستخدم في الرصاص يعني لو أريد أن تضع تأثير ضربة الرصاص مثلا أو تأثير ليزر مثلا يعني فالموضوع ممكن يبقى لذيذ شوية نحن ممكن نحسب كم حاجة كده تطلع معنا الدنيا حلوة طيب تعالوا نحسب الدنيا نحسبها ازاي اول حاجة هقول له Shift M وهنزل هنزل كيوب كده صغير فين الكيوب أسرا هنزل اي كيوب انا مش محتاج انا مش محتاج أن انا حاجة ماظضلة يعني انا هعمل حياة كده صغيرة كده وهخلي لونها مثلا اه اخلي لونها ايا يا كون انا فقط انا عايز تبقى لونها مختلف مش اختر اوك وعايز اقول له ايه هقول له سيت عشان انا عايز الكيوب ده ايه ده سوري سيت انا عايز الكيوب ده يجيب بتاعت الهت الهت دي اللي هي عبارة عن ايه الهت دي شفت النقطة يعني اين ياكم مسلا تعال كده لو انا جيت مسلا عملت ده انا هعمل خط كده ولياكم بص سوري النقطة دي هي دي الهت هي دي اللي اتضربت النقطة اللي اتضربت دي هي اللي انا هخليه حط الوبجيكت هناك تمام فا اي نقطة بتتضرب هخليه حط الوبجيكت ما كانا فانيجي نتعالى نبص كده مع بعض فانا هقول له شفت ده فيكتور اصلا مع فيكتور اهو فانا هحط اللوكيش انا هحط لي الوبجيكت انهو فين الوبجيكت بتاعنا اهو الكيوب ده اهو تمام واعملني كده اه مش انا مش محتاجة اشغل ده مش محتاجه ويه هشغل بس ليه تعالى نشوف اللي هيحصل نشوف ده لما لما يضرب اي حاجه الكيوب ده هيحصله ده هيحصله بكيوب ده مش طاز الوبجيكت فيه فيه بشكل بشكل كبير جدا فيه اه 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 اقوله الالعاب الاستراتيجية بيستضم في حاجات كثيرة اوى فانا كان يهمني اوى ان اشرح لك الريكاست واشرح لك ان انت ازاي تقدر تجيب داتا فحنا فهمنا ان الريجيب بادي مجرد ما يحصل اي تصدم هنا اقدر اجيب الجسم اللي تصدم بالخط اقدر اجيبه اي بيانات لي اي بيانات لي اي بيانات فيها اي بيانات فيها جيت يعني مثلا اقوله جيت كده في عندك ايه جيت ريجيب بادي داتا جيت دستانس جيت سين روت اي بيانات فيها جيت اقدر اجيبها او اي اي حاجة خاصة انفو خاصة بالاوبجيكت اللي تصدم بالخط اقدر اجيب البيانات فده كان مهم او ان اشرح لك الحتة دي علشان انا هعمل عليها حاجة تانية لان دي هستخدمها في الجنب فده ان شاء الله اشرحه في الدرس القادم واتمنى انتم تكونوا استفدتوا وجماعة وانتظروا الدرس القادم سلام اشتركوا في القناة